أمر طبيعي على حسب احنا في المجتمع التي عنا أغلبية الأمهات يشتكيوا من أطفالهم تقول لك أنا ابني عنيد أنا ابني مقلقني بزاف على كل حاجة يقول لي لا إذا قلت له أبسط الأمور يعاندني ويقول لي لا تشتكي بزاف منه في الجماعات شيبها تحب مدى بها تاخد غير ديزيدة ولا أفكار من عند الناس كيفاش تعاف تتصرف مع هاد الطفل وحقيقة احنا في المجتمع نشوف الطفل العنيد على أساس أنه طفل ماشي مربي طفل مقدرش يتحكمه فيه والديه طفل يقول على كل شي لا يدير مشاكل طفل مشاغب كل واحد المجتمع تعناها يشوفه لكن احنا في علم النفس وفي الأورتوفونيا في الميدان تعنا نشوفه أنه هاد المرحلة هي مرحلة طبيعية جدا برك هذا طفل مظلوم فهي ما خطأ ولا هاد العيناد في أوليو نشوفه بطريقة إيجابية شفناه بطريقة سلبية وولينا نشتكيه منه إذن الضروة تعل الطفل لما يتسب هاد الصفة تكون بين ثلث سنوات إلى أربع سنوات يقول هالمراهقة الصغرى هكذا يعني مراهقة الصغرى يانجنغال بين سنتين حتى أربع سنوات تقدر تكون أعظم في 18 شهر كما تقدر تتأخر شوية لكن هي دي الفترة الطبيعية هي مرحلة الله مرحلة الضد كل واحد كيفاش يسميها يعني في كيفاش تنتعامل أو خلينا نقول الأم كيفاش لازم تتعامل مع الطفل العني سيداتي داك هي هاد الفترة المفروض بين عامين و أربع سنين هي فترة طبيعية هي فترة للطفل حيقوي فيها الشخصية دياله هي فترة نمو مهمة المفروض كل أم ولكل أب كيما نفرحه بأول كلمة يقول هانا كيما نفرحه بالخطوات الأولى نغمال ما نفرحه بأول كلمة لا لكن احنا يكيد طفل تعيب دا يقول لا نا البس بيجاما لا البس باتك لا أروح تاكل لا أروح نقول لي ونحسوا أنه لنا في خطر مركزنا كأم ولمركزي كأب أو في خطر يعني خلاص الطفلة دا يخرج من يدي الطفلة دا يقول لي عاصي بهذه الطريقة نظرتنا سلبية ونظرتنا الخطأ في هذه المرحلة لله هي اللي حتعقد الأمور ورح تجعل من ابني طفل عنيد كان طبعا بعد الأطفال طبعا هذا اللي يعني تلقاه عنيد إذا ما تحقلوش طلب تاعم دا يبكي يعني والشيال الحلوة ربما تقترحيها للأم حتى أنه ربما ينقص شيئا من البكالي أنه ينقى السلاح باش يطبعا يوفر له الرغبات أكيد أوي أكيد عندك المفروض هي من الأول قبل ما نديروا علاج قبل ما نخموا وشنو هو الحل لازمنا من الأول نتصرفوا في هذه المرحلة بين سنتين وربع سنين نتصرفوا صح نتصرفوا صح عند هالطفل هالي يقول لي لا شي مشكل هو في هاد الفترة راه يطور في الشخصية التاعه ويجبني ننظر له هاد المرحلة بنظرة إيجابية يعني طفلي هاد يلاني شوفه صغير وراه يقول لي لا هو لجنوم بتاع بلوتار ولا لجنفي تاع بلوتار لان حافتخر بها وافتخر به نهار اللي يبخوبوزيولو اون دراج ولا يبخوبوزيولو اي فكر متطرف راح يقول لا هادك هو هو النفس اللي راني شوفه دورك يقول لي لا سيبخسك من الخطأ اني نروح نقهر عنده كلمة لا نبدال لا لا انا مشي رأيي ونكون انا الاقوى هاد المرحلة المفروض احنا الامهات ولا الاباء نتصرفوا بذكاء كيفش نصرفوا بذكاء يزمني انهار اللي هو يقول لي لا انا يا ماشي نستعمل القوة انا نستعمل الذكاء ديالي وش نعمل نعطيلو خياران مثلا كان بزاف اطفال نهار اللي تقطع له العائل وش هو يدير كان يلعب وبعاك شفت الوقت باللي وقت للنوم نقول هاي خاص ذكاته تحترقد الطفل اكيد يعاند على خطره مستمتع وش نعمل انا كام المفروض نكون ذكية وش نديلو نعطيلو خياران ونقول له هيا نروحو نرقدو درك ونزيدو شوية وش راح يحس هو حيحس باللي عندو خيار يعني احي يختار يقولك مننا شوية بعد شوية هاللي تروح تديه يروح يرقد بسهولة على خدش هو اختار هذا هو الاساس تخليه هو يقترح ربما امور هو يعني يلقى حل تخليه هو يمد رأيه هكدا يعني انا اقترح بذكاء شيئين انا راني حبتهم هذه مهارة يعني اهوي لازم احنا نكونوا اذكاء احنا المشكلة انا احنا الاضعف احنا دائما الضرب دائما العنف وهذا خطأ سيدتي لنا احنا في هاد المرحلة احنا الاضعف احنا نضنو بالليلة لادو كنمشيلو رأيي انايا ونقولو الدرك تحترقد بصح هو راح يجيب بياه ساعة زو سوايا من بعد كيفي وش ندير؟ المفروض ام باعك نبدأ نستعمل الضرب نبدأ نستعمل في العنف نبدأ نستعمل ونولي حايرة في الاول صح الام كملو تكون قوية بصلا من بعد تكره يبدأ الطيف ليستعمل البوكاء يبدأ يستعمل يكسر يبدأ يستعمل امور اخرى هذاك الوقت الام ما يحا تضعف يعني من الاحسن احنا نعرف قدراتنا من الاول ومن نلحقوش حتى هذيك مرحلة الضعف اني نبدأ نعيط ونضرب وش نعمل؟ من الاول نعطي له خياران مثلا كاي بزيف اطفال تقول له هيا يلبس قاشر يقول لك لا لا تخطو في هذي الوقت تاع البرد يعني يقول لك امور اللي كترتها الاطفال يديروها تقول له يلبس قاشر كاي لحب يعني تحسيه انه يذكر لو انه ما قلتلوش يلبسهم يلبسهم هذا الكلمات كاي قلوها الامهات تقول لي كشغل يدير في اسكارة ايضا من الفهم لهذا طفل حتى الطفل ماتش هاد اسكارة امر طبيعي جدا يعني امر طبيعي ولربما المحيط العائلي يلعب الدور امر ربما في الطفل تكوين النفسي تاع الطفل لا هي مكاش امور تخليه انه يعني يتصرف هاد يعني يعمى بها التصرفات لا لا هو العيناد حاجة مليحة يعني نقول لك لازم نتفرحوا بالعيناد المشكل اذا كان طفلي مصغر هو يقول لي نعم 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 هنا المشكل نعم عندها اي وحدة حي مشيه الشخصية تقول لك ما يظهرش العيناد في هذي الفترة نحي يلحقها جاني هذا هو اللي نلقاوها راحلات غوغ نلقاوها اي شخص يقدر يدريجيه عالقس كيفي هاد الفترة نقبل هاد الاناصي البيريود اللي هو الطفل اصنكي يزاد لبيبي يحس روحوا بلي هو والأم بتاعه شخص واحد بالصحبين بعد السنتين رح يفيق بلي هو عنده شخصية عنده يقدر يستغني عن الأم عادي هادك الوقت يبداش حامل حاجة يحب يديرها هو بنفسه قال ايا طلعوا نشدك للا متشدينيش ايا نلبسلك للا متلبسيليش هاد الفترة وشح يطور شخصيته وراح يتولي عنده استقلالية الاستقلالية كين ندخل فيها في هاد الفترة نحن سوفري به هو يكون جان وشح يولي هادك الوقت هاده هو الطفل هاده هو الوجان اللي بزاف الأمهات تقول لك لو كان انا من حطلوش أدواتو في الاخر ما يديرش لو كان انا من وجدلوش حواجو ما يديرش علاش على خطش في فترة اللي كان يطور فيها الاستقلالية دياله انا تدخلت خطأ دكتورة خليني نقول لك انه بعض الاطفال يعني اذكياء جدا يعني حتى ربما الام تقدرش تفرق وربما تتساءل تقول لك هل طفل تحى عنيد ام عنده شخصية قوية كيفاش نقدر نفرقه بين طفل العنيد ولي عنده شخصية قوية لا هو الطفل العنيد عنده شخصية قوية عنده شخصية قوية ولكرة هنا لكن تصرفنا الخاطئ في هاد المرحلة وش رح يخليه خلي العيناد يستمر وليون نتعامل معه بحكمة في هاد الفترة ولي الطفل يعاند يستمر يستمر حتى يفوت يولي سبعة سنين تمنى سنين تسعة سنين هو يعاند يزبنا نعرفه باللي العيناد ديالو اي حاجة تصرفات الطفل كي بزف امهات تشتاكيه تقول لك باللي وليدي عنده سلوك كده سلوك متمرد بلك يضرب بلك يضرب صحابه بلك يضربني يكسر يتحرك بزف هادو كم يزبنا نعرفه ما نقعدوش نحصله في الطفل اخاتش الطفل هو اصلا ما رح يجيب حتى حاجة من بره حيجيبهم من الاسرة الاب والامو للمحيطين به يعني اي سلوك انا حنشوفه قولونا نبدا نقولوش بيه ولي دير او يدير هكدا نقولوكوش ندير لازم نقول انا وش راني ندير باش ولي دير او يدير هكدا هكدا لازم تحمل المسئولية للامو لا يعني ايه اخدش هو سيتون باريود لو يكومينيكي معانا مام هادو الطفل يبكي بزاف علش راهو يبكي راهو محتاج حاجة هو محتاج حاجة او يتواصل معايا انا المسئولة انه البكاء تروا يستمر او لا 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 اذا كان يبكي وانا يا عندي مثلا حاجة ضرورية قال انا منعته من شيء وهو راح يبكي هذا الشيء لازم انا نخمم له حقيقة استدعي اني نمنع منه عليه هادش او لا 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 كان بزاف امهات عندهم بزاف حدود ما تطلعش هنا ما تجريش ما تلعبش عندهم بزاف حدود اكيد الطفل يولي متمرد لازم انا نخمم في تصرفاتي اذا حقيقتنا هي طبيعية وبعدتي نشوف تصرفات طيب اذا كنت طلبت امر بديهي يعني قال مثلا طلبت منه اي شيء هكذا خطر عليه وانه يمتني عن خطر انا وش ندير نقول له لا هو نهار لي يبكي هادك الوقت راح يتعلم طريقة التواصل يبكي عادي يبكي اكيد هو وحب هذه الحاجة انا هادك الوقت انا المسئولة على التواصل معي في هذه الفترة اذا انا بكاء خلاص نقول له لا لا غير بكاء نبدأ شوية شوية نتقلق ونبدأ نيقوسي معاه ونبدأ خلاص يحس باللي بديت نضعف نبدأ نعيط معتها راني ضعفت نبدأ نضرب معتها راني ضعفت اني نتناقش معاه ولا نبدأ نضرب لا لا يفوق انيوغي الكمبورتمان اي سلوك سامحني اي سلوك ما يش حبته يستمر لازمني جولينيوغ اتجاهله هل يحسب اللي انا هديك الام راهي تجاهلتني خلاص هالطريقة التواصل بكاء لا تفيد يغير طريقة اخرى نعم دكتورة هل منح الثلاء ومدح الطفل العنيد لازم يكون اكيد اي طفل وخاصة طفل العنيد اخدش طفل العنيد خلاص اخطأنا كيمزاز اذا كان ابني اناه في السنتين اناه هذا ويبدأ مليح لكن دفال عيناد خلاص انا اقدرت اخطاء وطفله في عمره خمس سنين ست سنين كيفاش نتخلص من هاد العيناد احسن طريقة هي المدح نمدح الصفات الايجابية نقويها والصفات السلبية اتغاضى عنها احنا عندنا خطأ الامهات واش نديره احنا نقول الامهات والاباء عندنا مثلا وليدي راه عاقل نخليه ونروح راه يكل بيامة وش يدير حاجة خلاص نخليه غير يدير حاجة مليحة غير يجري غير كش ما يعمل خطأ حاجة سلبية انا وش ندير نبدا نعيط ولا نهدر معاه ولا نقوله لا لا بالنسبة لي انا انتبهولي انا كدرت هادك الامر انتبهولي ملا وش ندير نكتر منه سواء كان سلبي ولا ايجابي هو هاد الطفل ما راه الشرير راه طفله يتواصل حب مدى به الاهتمام اذا انا مهتميت شبه بالامر الاجابية وش راح يدير راح يكتر لي السلبية طفل العانيد نبدا نقلب تواصل تاعي كل حاجة سلبية اتغاضع عنها نديروح يمشتهاش راح يكتر 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 منها اللي يشوفوا مثلا قعد عاقل ولك لو موسخ شروحوا اي حاجة ايجابية يعني يكون يكون فيه امور ايجابية نبدا نشكر فيه نبدأ نمدحو قدام الناس على خطش الطفل العانيد بزاف يحكيوا علي ومرسل قدام الناس العانيد بس الوقت دكتوري يقدر يكون عصبي ايضا اوي يموت يعني تختلف الدرجات هنا نقوله لان بعض الاطفال يقول يعني تلقاه عاند لكن ما يروحش بعيد يلحق الوحد الدرجة يحبس الكاين اللي طبعا تلقاه ربما عصبي كتير كيفش تعامل مع هاد الحالة يعني وما هي حالة خاصة اوي كاين على خطش والعيناد كامل امهات كاين زاف امهات ينقهروا كلمة لا في هاد الوقت وهي خطأ كاين نقهر كلمة لا بالضرب ولا بالعقاب ولا وش يعمل الطفل كاين الطفل الضعيف يحبس يقولي صح يقول نعم بصح السلوك تعوه رح يتغير يتغير من السيء الى الاسوأ عالخص كيفي وش نديرو هذك الفترة احنا ينقولو بالاخلاص عاشته ولي دي ربيته ولي دي ولا عاقل ولا ياخد رأيه حقيقة هو كاين كبت كاين كبت في هذك يغير لي السلوكات طريقة اخرى صح الطفل هذك اللي الغيز يستيقعد عنيد ويزيد في العيناد دياله هذك سيكوات طفل عنه شخصية قوية رح يعاند 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 ويتبت له السلوكات ويقولي طفل يكسر طفل يحتج يحتج على المعاملة وكذلك دكتورة صورية يعطيك صحة نتكرنا طفل العنيد بعض الاخطاء ومدتين بعض الحلول الامهات بخصوص هذا الموضوع شكرا شكرا بقيت يوم سعيد اذا مشاهدنا متواصلين دائما معكم نتوقفوا الان عند محطتنا المعلومات يوم بعد لنا عودة ونفتح ملف اخر في نسل سياق دائما